وضع عقد ونصف على توقف الانتخابات في الأراضي الفلسطينية وانطلقت أخيراً بعد إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً بإجرائها وبالرغم من تحديد مواعيدها فإنها محاطة بتحديات داخلية ومنها كيفية تسلم الحكومة الفلسطينية قطاع غزة عوضاً عن اللجنة الإدارية يعني في الحقيقة هناك اتجاهان منذ أن بدأ الحديث عن الانتخابات حتى هذه اللحظة أنه الأهم هو تشكيل حكومة هذه الحكومة تكون مسؤولة عن تنفيذ الانتخابات والحديث الآخر يدور حول أن تنتجر الانتخابات تحت أي ظرف من الظروف ويضمن جميع نزاهة هذه الانتخابات وأمنها وبالتالي سيتحقق تلقائياً توحيد الجسم السياسي الفلسطيني الذي من المفترض بعده أن تشكل حكومة واحدة وطنية أما عن إجراء الانتخابات في القدس فيبقى أهم التحديات لارتباطها بموافقة إسرائيلية وسط توقعات بأن تسعى إسرائيل إلى عرقلة العملية الانتخابية بإجراءات متعددة يجب أن تكون الانتخابات شاملة لكل المناطق في الضفة وغزة وقبلها القدس انتخاباً وترشيحاً ونستطيع أن نجري الانتخابات داخل المدينة بالطرق التي يبتدحها شعبناً فلسطيني نتوقع فعلاً أن يقوم الاحتلال بالتنغيص على هذه العملية الانتخابية باعتبارها مصلحة فلسطينية وهو لا يريد ولا بحامل أحوال توحيد الموقف الفلسطيني وبما أن الفصائل الفلسطينية رحبت بمرسوم إجراء الانتخابات فإنها ستسعى إلى التغلب على الإشكاليات والصعوبات وهذا ما ستتم مناقشته في لقاء الفصائل في القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة يأمل الفلسطينيون أن تكون الانتخابات مدخلاً لطي صفحة الانقسام وتجاوز آثارها التي أنهكت حياتهم على مدار سنوات شرق شهين تلفزيون سوريا قطاع غزة